أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله لا تعبدون إلا الله وبالوالدي لإحسانا وفي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وقولوا للناس حسنا وعقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقرأتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون وتخرجون فريق منكم من ديارهم فظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارات فاتوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عن ما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبة وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا هنف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشكروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباعوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهيل وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا بما أنزل علينا ويغفرون بما وراءه وهو الأنقم صدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذته العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقهم الطور كذوا ما آفيناكم بقوة واسمروا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدال الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليهم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرقوا يود أحدهم له يعمر ألف سنة وما هو بمتحذحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه لزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهَدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَبَثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم أَوْمَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَى أَظْهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ واتبعوا ما كتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين ولكن الشياطين كفروا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وهاروت وما يُعِلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا لَحَنُ فِتْنَةٌ فَلَا كَكْفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويدعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموه لمن اشتراه ما له في الآخرة من مخلق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَلُوا لَا تَقُولُوا رَائِنَا وَقُولُوا اِنْذُرْنَا وَاسْمَعُونَ وَقُولُوا اِنْذُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ما يونت الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يخلص برحمته من يشاء والله ذو البضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَسْفِيرٌ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَرْ وَمَنْ يَكَبَتْ لِلْكُفَرَ بِالْإِيمَانِ فَقَضْضُرْ لَسَوَاءَ السَّبِيلِ وَانْتَ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَوْقِ فاعفوا واسفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم من من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خربها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب العظيم ولله المشرك والمغرب فأيلما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق الله العظيم قول.. قولهًا 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 المستانسي